والآن من الجليل الأعلى تنضم لنا مرسلة العربي كريستين ريناوي أهلا بكي كريستين إذن صفرات الانذار دوت في مناطق عديدة في الجليل الأعلى والحرائق لازالت مشتعلة سواء في الجليل أو حتى في الجولان السوري المحتل أطلعينا على تفاصيل المشهد في منطقة الجليل خاصة مع زيارة يو آف جلانت الذي أطلق هو الآخر تهديدات قوية هذا اليوم بعد يوم من تهديدات رئيس الأركان في جيش الاحتنام بالفعل يحيى هي دوت صفرات الانذار على خمسة عشرة دفعة هذا اليوم آخر الانذارات كانت للتحذير من تسلل مسيرة وبحسب صحيفة دوت أحرانوت جرى اعتراض هدف جوي كما أسمته في سماء المطلة بإصبع الجليل أي من خلفي وبالفعل كان هناك تعامل لتواقم الإطفاء مع حرائق حتى اللحظة لازالت تواقم الإطفاء تتعامل مع النيران ذلك على إثر القصف الصاروخي العنيف والكثيف بوصف الإسرائيليين الذي استهدف الجليل الأعلى وإصبع الجليل والجولان هذا اليوم أكثر من خمسة وسبعين صاروخا بحسب ما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم يحيى والعمليات كانت في إطار الرد على الشهداء المدنيين كما جاء في البيانات إثر هجوم نفذته طائرات حربية إسرائيلية على النجرية جنوبي لبنان ونتحدث عن استمرار للغراط واستمرار للعمليات التي ينفذها حزب الله نتحدث عن تبادل ووتيرة مرتفعة من تبادل الاشتباكات على هذه الجبهة لكن نتحدث أن إسرائيل يبدو أنها تحاول الهرب من الانتقادات الداخلية حول سياستها ومحاولات ردعها لحزب الله بتنفيذ الكثير من الاغتيالات هذا اليوم اغتلت قيادي في حركة حماس شرحبيل السيد في البقاع الغربي في ساعات النهار أيضا اغتلت حسين مهدي قيادي في المنظومة الدفاعية التابعة لحزب الله في النجرية أو في صيدة هو من النجرية لكن الاغتيال جرى في صيدة يوم أمس استهدفت سيارة في قانا وقتلت عنصرين قبلها بيومين استهدفت أيضا حسين مكي قيادي في حزب الله وبتالي على إثر الانتقادات الداخلية حول فشل الجيش الإسرائيلي بردع حزب الله واضح أنها تلجأ لتنفيذ مثل هذه الاغتيالات نتحدث عن وتيرة مرتفعة من العمليات من قبل حزب الله تبنى على الأقل 11 عملية حتى اللحظة وإسرائيل لا تعترف بكل نتائج هذه العمليات بعض وسائل الإعلام تنشر حول اعتراض هدف جوي تضرر منزل إصابة إسرائيليين إثنين حرائق لكن لا نعرف كل نتائج العمليات التي تنفذ هذا بالتأكيد يحيى على هذه الجبهة نشير هنا إلى أن القناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت إن حزب الله صعد ورفع من وتيرة الحدة والسخونة على هذه الجبهة وأنه يدرك بأن إسرائيل ليست معنية بحرب على هذه الجبهة لذلك يصعد يرفع ويزيد من نطاق نيرانه ومن معدل هذه النيران بل ويستخدم أسلحة لا تعرفها أو لم تعرفها إسرائيل من قبل هنا في إشارة للطائرات الهجومية المسلحة بصواريخ كما جرى في المطلة يوم أمس وأدى ذلك إلى إصابة ثلاثة جنود إحدى الإصابات بجروح خطيرة طائرة مسيرة أطلقت صاروخين من نوع S5 طائرة مسيرة لبنانية قادرة على أن تطلق صواريخ وتقصف بالصواريخ لمطلة في شمال إسرائيل هذا جرى يوم أمس أيضا نشير إلى العملية هذا الصباح الباكر في الجليل الغربي في جاتون أيضا طائرة هجومية استخدمت في هذا الهجوم قبل يومين أيضا مساء بالجليل الأسفل عندما تضرر منطاد ندى السماء في قاعدة سلاح الجو هناك التال الشمائم بالتالي نتحدث عن عمليات نوعية يواصل حزب الله استهداف هداف استراتيجية ونوعية لإسرائيل تحاول الهروب من الانتقادات الداخلية باللجوء إلى مثل هذه الاغتيالات وأيضا البيانات التقليدية التي اعتدنا عليها للشهر الثامن على التوالي تقول إسرائيل أنها تقصف منصات صاروخية بناء تحتية مباني عسكرية في الجنوب اللبناني لكن هذا لا يرضي الإسرائيليين هذا اليوم أعلن نازحو الشمال عن تنظيم مخيم سوف يبدأ يوم الخميس المقبل سوف يعتصمون قرب صفض اعتصام مفتوح مخيم مفتوح للضغط على حكومة بني مينتينيان وأن يطالبوا بتغيير الواقع الأمني وبإعادة النازحين إلى منازلهم يؤف غالاند كما ذكرت حياء كان في الشمال هدد وقال للجنود أن عليهم الاستعداد وأنه كان خاطب الجنود قبيل دخولهم قطاع غزة وقال لهم سوف نفعل ذلك وفعل وقال للجنود على الحدود الشمالية انتظروا سوف نفعل ذلك وقال هو لم ينفي سيناريو الاتفاق لأنه يدرك تكليف الحرب كما قال وقال أنه سوف يستنفد كل فرصة من أجل الحصول على اتفاق لكن سيناريو الحرب يجب أن لا يتم تجاهله بتاتا يحيى أشكر جزيلة الشكر من الجليل العلى مراسلة العربي كريستين ريناوي ترجمة نانسي قنقر